موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم فاليوم ان شاء الله توفى نتعرف على لنو او الاسم فالاسم كنقسم النوعين فعندنا المشكلان اي الفيمينان يعني المذكر والمؤنت ففي هذه الحصة ستعرف عليك كيف نفرق بين المذكر والمؤنت فاول شي عندنا لمسكلان لمسكلان هو المذكر و لفيمينان هو المؤنت دونك مم سي سي فيمينان ما كنقولوش لا فيمينان نون لفيمينان لفيمينان هو المؤنت فالان اذا عندي شي اسم وبغيت نعرف هل هو مذكر او مؤنت يعني واش مسكلان او فيمينان فاكبر خطأ كيرتكبوه العديد من الناس هو كي ترجمو الكلمة الى اللغة العربية باش يعرفو واش الاسم مذكر او مؤنت فهدا اكبر خطأ فهناك كلمات اللي كتكون بالعربية مؤنت و بفرانسي مذكر والعكس صحيح يعني ما كيخصناش نهائيا نترجمو الكلمة باش نعرفو نترجمو الكلمة الى العربية باش نعرفو واش هي مؤنت او مذكر فنعطو اكزامبل مثلا عندي محفظة فمحفظة باللغة العربية هي اسم مؤنت ولكن بالفرانسي un cartable نقوله un cartable يعني مشكلان او مذكر نعطو اكزامبل اخر الكرسي الكرسي باللغة العربية هو اسم مذكر ولكن ان فرانسي الكرسي هو la chaise يعني مؤنتة وهناك مجموعة من الامتلا اخرى مثلا اللغة العربية كنقولو الزربية او السجادة وبالفرانسي كنقولو le tapis بالعربي كنقولو el pyjama يعني اسم مؤنت ولكن ان فرانسي كنقولو le pyjama اذا نتابهو هنا ما كيخصصناش نترجمو الكلمة العربية باش نعرفو واش هي في الميناء وبيان مشكلان فالان إلي عندي شنون او اسم قبل منو اختيك الديفيني فدجا تعرفنا الديفيني اللي هما la le ال apostrophe le فالle كنستعملها مع المشكلان يعني المذكر إلي عندي شنون مشكلان كنستعمل قبل منو le اكزامبل او مثال le père لأب لأب دائما كنستعملها مع المشكلان او المذكر وإلى عندي la لا كنستعملها مع le féminin le féminin دونك لا كنستعملها مع le féminin اكزامبل la mère la mère دونك لأ كنستعملها دائما قبل نو مشكلان يعني كنستعملها قبل من اسم مذكر ولا كنستعملها قبل من اسم مؤنث وبالنسبة ال فهي كنستعملها مع المشكلان ومع الفيمنان فهنا در تغير M يعني مشكلان الفيمنان كنستعملها مع مشكلان ومع الفيمنان ولكن اللي كيبدو ب ب ويال يعني يعني لنو كيبدو ب ويال ف ف لنو تعرف عليهم اللي هما A E I O U Y ف ف كنستعملها مع لنو مشكلان كتقبلها A O La كنستعملها مع الفيمنان كتقبلها UN بالنسبة ل les adjectives possessives اللي هما صفات الملكية فعندي MON MON كنستعملها مع المشكلان فهنا بالنسبة المون فكنستعملها إلا بتنعبر على شي حاجة كان بتالكها فكنقول MON ولكن ذاك الشيء يخصو يكون مشكلة يعني يخصو يكون مذكر اكزامبل MON PER مون PER ممكن شغل ينقول MA PER نون فكنقول MON PER لأنه PER مشكلان دونك MON PER وبالنسبة الما ما كنستعملها مع LE FEMINA اكزامبل MA MER فممكن شغل نقول MON MER لأن MER FEMINA دونك كنستعمل معاها MA وكدالي كنستعمل TAN TAN تجور مع المشكلان كنستعملها مع الموداك اكزامبل TAN PER بالنسبة TAN PER ابو كأنت TAN PER و بالنسبة TAN فكنستعملها مع LE FEMINA LE FEMINA او المؤنت اكزامبل TAN MER يعني OMMUKA TAN MER فAM MER هد لنو FEMINA دونك كنستعمل معاها TAN بالنسبة لسون فكنستعملها مع LE MASHKULAN مع الموداك LE MASHKULAN اكزامبل SON PER يعني ABOUHU هو ABOUHU او SA فكنستعملها مع LE FEMINA او مع المؤنت اكزامبل SAM MER OMMUHA او OMMUHU SA MER فالان دا قلو LE DETERMINANT DEMONSTRATIVE عندي SE و SET كنستعملها تجور مع LE MASHKULAN يعني إلا عندي شي اسم قبل منو SE و SET كنعرف انه MASHKULAN او مذكر فبالنسبة هنا SE كنستعملها قبل من LE NON اللي هو MASHKULAN فكنقول هاد هي SE وبالنسبة SET فأيضا كنستعملها قبل من LE NON اللي هو مذكر ولكن إذا كنستعمل T إلا LE NON يبدأ بVOYEL إذا يبدأ بVOYEL لا يمكن أن نفعل SE لأنه SE تنتهي بVOYEL لا يمكن نبدأ كلمة أخرى بVOYEL كالجي تقيلة سكيفة ندير T ندير SET نعطو اكزمبل باش تفهم زيان سپر هاد الاب سپر دونك هنا عندي PIR مشكلة فستعملت مع SE لنستريد عندي فالكلمة ENFO مثلا يعني كتبدا بE ENFO فما غادش نقول SE ENFO ما هنقول SET ENFO نتمن يكون واضح لكم بالنسبة SET SET كتعني هذه فكنستعملها مع لنون اللي هما FEMINA كنستعملها مع LE FEMINA اكزمبل SET MER هذه الام SET MER فهنا قلنا انه إلا عندي شي اسم قبل منه LE فهو كيكون مذكر وإلا قبل منه LA فكيكون مؤنت يعني LE مشكلة LA FEMINA إلا عندي شي اسم قبل منه AN فلا كيكون مذكر وإلا قبل منه UN فكيكون مؤنت يعني FEMINA أيضا شي نون قبل منه MON أو بيان TAN أو بيان SAN يعني دولي les adjectifs possessifs فكيكون masculin أو مذكر وإلا لنون قبل منه MA أو بيان TA أو بيان SA فكيكون دك الاسم FEMINA أو مؤنت بالنسبة الس و SET لدي déterminants démonstratifs فكيكون و SET لدي بدي ت E فكيكون مع الفي مينا أو مع المؤنت نتمنى كون وضح لكم Alors دون منيار جنرال يعني بيسف عم ل E le E représente le féminin يعني بيسف عم E représente le féminin نعطو exemple AN AMI donc AN AMI هو صدق في المؤنت NET كيولي UNAMI كان زيد U E فهنا كم جموع من الاسما اللي في المؤنت qui كنو يعني ما في هم ج في la fin وفي مؤنت كان ضيف غير E فهنا 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 أن E représente le féminin ولكن ما في دائم لأن un qui termine par E n'est pas forcément féminin ما في غير شي اسم ينتهيب E فهنا 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 ما في أي اسم ينتهيب أرا féminin نعطو exemple فعندي un نعطو اللي هي شجرة فهنا أيضا بالعربية شجرة اسم مؤنت والفرنسية مذكر فهنا أغطو فهو كينتهيب E ولكن ست نو ما شكول لأن يبدأ ب 1 أغطو نو ما شكول لأن ما شي أي اسم كينتهي ب راه féminin دا ك أغطو نو ما شكول Aussي un non qui ne termine pas par E n'est pas forcément masculin يعني الاسم اللي مكينتهيش ب E راه مشي مودAKKAR فمتلا نغلق الاسم مكينتهيش ب أغطو هاد الاسم مودAKKAR لأن مكينتهيش ب أغطو نعطو exemple une maison فعلا une maison ما فيهاش E فيها يعني كنتمتهي بأن ولكن c'est un non féminin une maison donc c'est un non féminin فليبغيتكم تفهموا أن E بصفة عما كتعبر لي على féminin أو على المؤنت ولكن ماشي أي كلمة فيها E في la fin راه مؤنت إلا عندي لإكزام بنتع أغبغ فقلت أغبغ في la fin E ولكن راه مدكر وأيضا ماشي أي اسم ما فيهش E راه مدكر non عندي لإكزام بنتع الميزان ما فيهاش E ولكن راه اسم féminin أو مؤنت فنتمن يكون واضح لكم هنا سأعطيكم واحد القاعدة ولكن لاب نوار وحوو الد counterpartه المنور لعينه الاجبات محجر فا اون بيسيكليت اتا نون فيمينان وبالنسبة الانس عندي لأجزمبل دا اون رفيرانس فا اون رفيرانس اتا نون فيمينان فنتمنى حتى اللي هنا يكون واضح لكم اشتركوا في القناة